يقول السائل سؤال الثالث بحكم تجربتكم وطلبكم للعلم فهل طلب العلم وحفظ المثون والاشتغال بالفقه والبحث والقراء يتنافى مع الدعوة إلى الله الجواب أعتقد هذا السؤال ليس بحاجة إلى الجواب الجواب تلبي الصحيح هذه من أساليب ومن مقدمات الدعوة إلى الله طلب العلم لهذه الطريقة لأنك تهيئ نفسك لطلب العلم تهيئ نفسك بطلب العلم للدعوة الدعوة واجبة لكن على أهل البصيرة هذه الطريقة هي التي تكسبك البصيرة والعلم حتى تدعو إلى الله الدعوة إلى الله ليست في الأمر الهيين حتى يخرج الإنسان من بيته يريد أن يدعو الناس إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو جاهل لم يتعلم لا كوّن نفسك في هذه الخريقة تطلب العلم ثم ادعو إلى الله الآن ثالثة الآن بثاكت من تحكم في تحييات وحاولاتك تحييات وحاولاتك تحييات والتقوى وممتلكم مع بعض المعروف وممتلكم ومأنك تحييات والترموة هل تحدثون بالتأكيد وإنه أن تتعلم ربما إلى الله وإنه يقول أقل إنه يصبح هذه المعروف لا يحتاج إلى الهيين The answer is in the negative What is correct? This is from the ways And from the introductions to Al-Da'wah To Allah That is seeking knowledge in this way Because you prepare yourself for seeking knowledge You prepare yourself for seeking knowledge For Da'wah Al-Da'wah That is inviting to Allah Is obligatory However upon the people of Baslira Their insightful knowledge This is the way that gains for you Ilm, knowledge Al-Baqira So you can call to Allah The Da'wah to Allah Is not a simple matter To the point where a person goes out of his house He wants to call to Allah In order to the good and forbid the evil While being ignorant Not having learned anything May Build yourself in this way Seeking knowledge Then call to Allah You don't have no need to